اشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحديث في هذه الحلقة عن موضوع يوم القيامة الإنسان يمر بعدة عوالم عالم الأجنة عالم الدنيا عالم البرزخ ثم يصل إلى العالم الآخر العالم الأخير هو يوم القيامة هو المعاد طبعا هو اليوم الآخر لأنه آخر المراحل التي يمر بها الإنسان ثم يدخل الجنة أو النار هو يوم المعاد لأنه يعود فيه إلى الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة لأنه يقوم من قبره للقاء الله عز وجل كلمة يوم تعني الوقت نحن في مصطلحنا في عالم الدنيا اليوم يطلق على الليل والنهار أما في مصطلح القرآن الكريم عندما يتحدث عن يوم القيامة يعني وقت القيامة وليس المقصود فيه يوم يعني ليل ونهار كما يقال في اللغة العربية الدهر يومان يوم لك ويوم عليك يعني الدهر وقتان فإذا يوم القيامة يوم القيامة يعني وقت القيامة هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى يختلف عن حساب الأيام في عالم الدنيا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في هذا اليوم هناك محطات هناك مراحل هناك عقبات يقطعها الإنسان حتى يصل إلى المرحلة النهائية لوجوده وسيره وسلوكه أولا يخرج الإنسان من عالم القبر يوم يخرجون من الأجداف يعني من القبور كل الناس يخرجون من الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت ما في بطنها من الناس الناس يخرجون من القبور ليقطعوا هذه المحطات محطة عالم السؤال والحساب وعالم الموازين وعالم الصراط ثم يصل إلى الحوض ثم يصل إلى الجنة أو أن يدخل إلى عالم النار هذه المحطات التي تذكر في القرآن الكريم هل هي عبارة عن عوالم طويلة لابد أن يقطعها الإنسان يعني عالم الصراط عالم الأعراف هو عوالم زمنية كما عالم الدنيا هو عالم زمني له بداية ونهاية أو أن هذه المحطات والعقبات عبارة عن أوقات يعني قصيرة جدا يقطعها الإنسان ليدخل إلى العالم الآخر الجواب هناك من الأشخاص من يقطعون هذه المحطات بسرعة قد لا يشعرون بها يخرجون من القبور إلى الجنة مباشرة ولا يمرون بهذه المحطات وهناك أشخاص يمرون بهذه المحطات يقفون عندها وتكون لهم بمثابة العوالم التي يقطعونها حتى يصلون إلى المرحلة الأخيرة فيختلف الناس باختلاف أحوالهم في قطع هذه المراحل وهنا لابد أن نقف على معاني هذه المحطات عندما نقول أن الإنسان في يوم القيامة سيقدم له كتاب الأعمال فمن أوتي كتابه بيمينه فقد فاز ومن أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فقد خسر وخاب السؤال ما معنى الكتاب يعني أيها الإخوة والأخوات نريد أن نقول إن الألفاظ التي يستعملها القرآن الكريم عن يوم القيامة لا يتبادر إلى أذهاننا معاني الموجودة في عالم الدنيا المعاني تختلف باختلاف العوالم نفس الألفاظ صحيح ولكن المعاني تختلف يعني عندما يقول القرآن أن الإنسان سيؤتى له الكتاب البعض يتصور أنه كتاب كأي كتاب له جلد وله أوراق وأحرفه كلمات فيتصور البعض أن هذا الكتاب يحوي الأعمال التي كان يقوم بها هذا التصور غير صحيح يختلف معنى الكتاب باختلاف العوالم يعني قديما كان الكتاب عبارة عن ورقة من الجلد اليوم الكتاب عبارة عن أوراق له جلد وصفحاته أحرفه كلمات أما اليوم الكتاب فالكتاب عبارة عن أحرف إلكترونية مثلا عبارة عن سيدي فإذن ما معنى الكتاب هل المقصود هذا الكتب فإذن نقول المعنى هو المطلوب وليس اللفظ اللفظ هو الكتاب أما كيف يجمع فعلمه عند الله عز وجل يؤتى إليه الكتاب ما نتصور أنه بيحمل الكتاب بإيد اليمين أو بيحمل الكتاب بإيد الشمال لا هي نفس الأعمال تحضر عند الإنسان نفس الأعمال تجمع يعني كما أن الكتاب يجمع الألفاظ والمعلومات هذا الكتاب الذي يؤتى للإنسان يوم القيامة يجمع ما عمله الإنسان ما عمله الإنسان في عالم الدنيا ما تلفظه ما فكر به وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فإذن الكتاب هو الذي يجمع ثم بعد ذلك نأتي إلى عالم الميزان في القرآن الكريم من ثقلت موازينه فقد نجى ومن خفت موازينه فقد خاب وخسر كمان البعض بيتصور أنه الميزان عبارة عن الكفتي الميزان التي يستعملها البائع أنه في كفة ترجح كفة البعض كان يتصور هذا المعنى ويتصور أنه توضع الحسنات في كفة ميزان والسيئات في كفة ميزان هل هذا التصور صحيح؟ أيضا نقول المعنى هو المطلوب أما يعني اللفظ هو لفظ واحد لكن المعنى يتغير سابقا كان الميزان عبارة عن كفتي ميزان أما الآن في عنا ميزان إلكتروني مثلا فإذا أي ميزان هو الذي يستعمل يوم القيامة؟ هل هذا الميزان الذي له كفتان؟ الجواب المعنى المقصود بالموازين ليس هذا المتبادر إلى الذهن إنما موازين الآخرة موازين الحق موازين العدل موازين القرآن بمعنى أن الإنسان يُعرض عليه عمله ثم يُعرض له ميزان العدل هل هذا العمل يوافق العدل أم يوافق الظلم؟ فإذا كان يوافق العدل فقد فاز إذا كان يوافق الظلم فقد خسر إذن العمل يُعرض على موازين القرآن ميزان القرآن ما هو؟ ذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول أنا ميزان الأعمال يعني تعرض الأعمال على ميزان العدل الذي يمثله الإمام علي على ميزان الحق الذي يمثله الإمام علي فإما أن ينجو وإما أن يخسر فإذا المقصود بالموازين موازين الأعمال وليست الموازين المادية هذا المعنى هو الذي يفهمه الإنسان عندما يقرأ ويسمع عن هذه الأمور وبالتالي أيها الإخوة والأخوات من أراد أن ينجو من حساب يوم القيامة فليحاسب نفسه قبل أن يموت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا أعرضوا أنفسكم على ميزان الحق ليخف حسابكم يوم القيامة وميزانكم يوم القيامة وصلى الله على محمد وآله الطهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر